اعرب اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للاعمال الانسانية وشؤون الشباب عن سعادته بفوز دراج فريق فكتوريس البحرين لدراجات الهوائية سوني كولبريلي بلقب بطولة ايطاليا رودريس والتي اقيمت في ايمولا واكد اسمو ان الدراج سوني يمتلك من الاصرار والتحدي ما اهله الى الفوز بالمركز الاول في السباق ورفع اسم وعالم البحرين عاليا واشار اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان فريق فكتوريس للدراجات يسير على درب الانتصارات نظرا لوجود دراجين متميزين في الفريق من بينهم الدراج سوني والذي تمكن من تحقيق انتصار كبير في سباق ايطاليا رغم مشاركة نخبة من الدراجين على المستوى العالمي الا ان الدراج سوني استثمر خبرته واصراره بصورة متميزة جعلته يحقق المركز الاول كما هنأ اسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة دراج الفريق ماتيش مورهيتش بفوزه ببطولة سلوفينيا الوطنية مؤكدا سمو ان انتصارات الفريق تبعث على الفخر والاحتزاز نظرا لاحتلالهم المراكز الاولى في سباقات مهمة على المستوى العالمي وهو ما يعطي الحافزة في موصلة دعم مسيرة الفريق واضح سب الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ان هذه الانجازات الجديدة تأتي امتدادا لسلسلة من النجاحات التي حققها الفريق طوال الفترة الماضية واصبح علامة مميزة في تحقيق الانجازات لمملكتنا الغالية مبينا سمو الى ان الانجازات ستعطي الفريق دافعا كبيرا في موصلة حصد الانجازات والتواجد الدائم على منصة التتويج في السباقات القادمة